شفت تقارير صحفية مغربية عن رفض وليد القراغي المدير الفني للمنتخب طلب الوداذ بشأن حارس مرماه لليوسف المطيع المنضم حديثا للأسود وذلك قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال وأكد موقع كورا بريس المغربي أن وليد القراغي رفض طلب الوداذ بشأن عدم استدعاء حارسه يوسف المطيع بصورة نهائية إلى تجمع الإعدادية المقبل لأسود الأطلس استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا وقرر وليد القراغي استدعاء لاعب يوسف المطيع للسفر صوبة زنوب أفريقيا للاعب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا في سبعة عشر من الصهر القادم الوداذ الرياضي طلب أن يتم إعفاء حارسه لأنه يعاني من إصابة حارسه ريدا التقنوتي بينما سيلتح قطها مريد الحارس التالي للوداذ بمعسكر المنتخب المغربي تحت 23 سنة المقرر الشهر القادم وأصار إلى أن الرقراغي تشبت بحضور الحارس لتجمع المنتخب المغربي حتى لو تعلق الأمر بمشاركة في عدة تداريب أقل وذلك رغبة منه في إعطاء الحارس فرصة لتعرف على أجواء تداريب الأسود خاصة أنها المرؤولة التي ينضم فيها لصفوف المنتخب بعد تألقها الموسم الحالي برفقة الوداذ إذ يعتبر مفاجأة هذا الموسم بعد الاتماد عليها اضطراريا إترى إصابة الحارس الأول ريدا تقنوتي ويستضيف الوداذ نظيرها الأهلي في الحادي عشر يونيو المقبل في إياب نهائي دور أبطال إفريقيا طلب المدرب البلجيكي سيفين فندنبروك مدرب فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم من ثلاث لعبين الالتحاق بتداريب الفريق الرديف والبحث عن نادي جديد للانتقال إليه في الموسم القادم بعدما أضحوا خارج الحسابات وكشفت مصادر مسؤولة أن اللاعبين الثلاث هم عماد الخنوس وأسامة فلوح وسامل عن نبي هذا الأخير الذي استقدمها الوداذ الرياضي لكرة القدم في الميركات الشتوي الماضي وأوضح المصدر ذاته أن مدرب الوداذ الرياضي لكرة القدم فندنبروك يرغب في تقليص لائحة اللاعبين لتسهيل مهامه خلال التداريب وكذلك عند اختيارها اللاعبين في المباريات الرسمية أكد أبو لي سامبو مهاجم فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم تركيز فريقها على تحقيق الألقاب المحلية والإفريقية فيما تبقى من الموسم الكروي وذلك قبل مواجهة الأهل المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري الأبطاء لهذا الموسم وقال أبو لي سامبو في تصريحات أكدها موقع 360 سبورا المغربي عقب فوز الوداذ على المعط بهدفين نظيفين في الدوري لا مجال للخطأ في المباريات المتوقية لنا بالنسبة لنهاية هذا الموسم الكروي وأضاف جميع مباريات الوداذ هي بمتابة نهائيات لا شيء غير تحقيق الفوز من أجل تحقيق الألقاب وتمكن فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم من تحقيق فوز على المغرب تطواني بهدفين سجلهما كل من أمين فرحان ويحيى عطية الله في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الاحترافي هذا الموسم ويبتعد الآن بنقطة وحيدة عن الجيش الملكي المتصدر في انتظار الأربع جولات الأخيرة تلقى فندنبروك المدير الفني لفريق الوداذ الرياضي أخبار سارة بخصوص الحالة الصحية لشابه عبدالله حمود نجم مباراة أياب نصف نهائي دوري الأبطال التي جرت ببريطوريا ضد ماميلودي ساندونس الجنوب الأفريقي وانتهت بالتعادل هدفين لمثلهما وأكدت مصادر منطلعة أن الطاقم الطبي للوداذ طمأن فندنبروك بخصوص الإصابة التي يعاني منها اللعب والتي ستغيبها عن مباراة المغرب التطواني المقررة مساء يوم الاثنين بالدار البيضاء لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدورية المغرب الاحترافي كما غيبتها عن ربع نهائي كأس العرش الذي خاضها الوداذ الأسبوع الماضي أمام الدفاع الجديد وبينت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمود أن إصابته لا تدعو للقلق وسيكون جاهز لخوض مباراة دهاب نهائي دوري الأبطال في القاهرة أمام الأهل المصري المقررة لأحد المقبل ما خلف ارتياح كبير لدى الطاقم التقني الوداذي وأصيب النجم الوداذي حمود في مباراة بريطوريا أمام الماملودي سندانس لحساب إياب نصف نهائي دوري الأبطال ولم تستطع الفحوصات الأولية التي خضع لها تحديد مدى خطورة إصابته بسبب انتفاخ في الكاحل قبل أن تظهر الفحوصات الجديدة بعد عودة قدمه لوضعها الطبي وتبين أن اللاعب سيكون جاهز لتعزيز صفوف نديه غير أن الطاقم الطبي فضل الثريت وعدم المجازفة بإشراكه في مباراة الماط كإجراء احترازي وسيكون حمود ضمن قائمة اللاعبين الذين سيرافقون البعث الوداذية إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد غدين الأربعاء على متن طائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين لا سيما مع تراكم المباراة المحلية والقارية على الوداذ تحدث سيفين فندنبروك مدر فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم عن حضوض الوداذ الرياضي في نهاي دور أبطال إفريقيا أمام الأهلي المرتقب الأحد الرابع يونيو 2023 برسم دهاب نهاي دور الأبطال وقال سيفين إنه سيباشر يوم التلساء 30 ماي 2023 متابعة مباراة الأهلي من أجل تكوين فكرة شاملة عن طريقة لعب الفريق المصري مشيرا إلى أن الحضوض متساوية بين الفريقين بحكم أن الفوارق بينهما ليست كبيرة وتابع المدرب المذكور في ندوة 29 يناير 2023 أن العنصر الأهم في المبارتين هو التفاصيل الصغيرة وأيضا معنوية اللاعبين يذكر أن فريق الوداذ الرياضي سيواجه نظيرها الأهلي المصري الأحد الرابع يونيو 2023 بملعب القاهرة برسم دهاب نهاي دور الأبطال على أن تجرى مباراة النهائي بين الفريقين في الأحد 11 يونيو 2023 في مركب محمد الخامس استقر سعيد الناصري رئيس فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم على فتح ملف الملكات الصيفي بشكل مبكر وقرر فتح قنوات التفاوض مع مجموعة ملاعبين بالميركاتو الصيفي بشأن تمديد عقودهم التي تنتهي ما تم الموسم الحالي ودخل سعيد الناصري في مفاوضات مع كل من الحاري صريدة التقنوتي والظهير الأيمن أيوب العملود وصانع الألعاب أيمن الحسوني ولعب الوسط يحيى جبران ثم لعب خط وسطه عبدالله حيمود ووعد سعيد الناصري تلاتي الوداذ بعقود جديدة وبشروط مالية أفضل رافضا مغادرة أي واحد منهم بالمجان الصيف المقبل يذكر أن اللاعبين المذكورين تلاقوا عروض مغرية من أندية عربية وخليجية غير أن علاقة الناصري بلعبي الوداذ ترجح بنسبة كبيرة تمديد عقودهم حتى يتمكن فريقهم من الاستفادة ماديا من رحيلهم خاصة أن بعضهم سيغادر صوب الدور الإماراتي خلال الميركاتو الصيف المقبل اتخذ فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم خطوات استفاقية من أجل ضمان مشاركة المدافع الكونغولي أعصين زولا في نهاي دور أبطال أفريقيا أمام الأهل المصري وتحديدا مباراة الدهاب الأولى ويواجه الوداذ الرياضي نظيرها الأهل المصري يوم الأحد القادم والأحد الذي يليه على التولي في كل من القاهرة والدار البيضاء وبذلك سيتعارض موقف إياب نهاء دور أبطال أفريقيا مع مباراة الكونغو في تصفيات مؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمام أغاندا حيث ستقام في الرابع عشر يونيو التالي مباشرة وأسار موقع 360 سبور المغربي أن نادي الوداذ الرياضي قام بإرسال طلب إلى الالتحاد الكونغولي للسماح بتأخير المدافع أرسين زولا عن ضمام إلى قائمة منتخبه الكونغو بعد أخوض نهاء دور الأبطال الأفريقي وينتظر نادي الوداذ الرياضي في الوقت الحالي وصول الرد من الالتحاد الكونغولي للموافقة على بقاء أرسين زولا ضمن صفوفه في إياب نهاء دور الأبطال بشكل طبيعي ويخوض منتخب الكونغو مباراة أغاندا في الرابع عشر يونيو الجاري في تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ثم يلتقي مع منتخب القابون في نفس المنافسات يوم الثامن عشر يونيو